اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدأها بالاشادة اللي كانت من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جوزيف بلاتر بالانتخابات الاسيوية اللي قيمت يوم عمس العاصمة الماليزية كوالا لنبور والتي انتهت بفوز البحريني عن شيخ سنان بن ابراهيم بمنصب رئيس الاتحاد الاسيو عضوية تنفيذية الفيفا عن قارة اسيا وقال بلاتر انتخابات اسيا الحالية تعتبر نموذج للشفافية والوضوح المشرف وسيكون التعاون مثمرا بين الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي وسنعمل على تطوير اللعبة في القارة الاسيوية وحول رئيس الاتحاد الاسيوي الجديد قال بلاتر انا اعرف سلمان بن ابراهيم جيد هو شخصية رائعة ستقود الكرة الاسيوية الى النجاح التطور والفيفا سيكون من اهم الداعمين له ولن يتأخر في دعم للنجاح توجه فريق الهلال لكرة الطائرة بلقب البطولة الخليجية للاندية الثانية والثلاثين بعد تجاوزة فريق السيب العماني بثلاثة اشواط دون مقابل كانت نتيجتها خمسة وعشرين عشرين خمسة وعشرين ستعاش خمسة وعشرين عشرين وذلك في اليوم الختامي اليوم الجمع في البحرين ليحتفل الازرق في البحرين باللقب الرابع بعد مشوار مميز تخلى لخسارة واحدة وعبدع نجوم الطائرة الهلالية بعد ان تصدروا فرق البطولة باثنعشة نقطة بعد الفوز باربعة لقاءات وخسارة واحدة وعبر مدرب الفريق كارلوس عن سعادة بلينجاز قائلا اللاعبون كانوا على وعدهم بتحقيق اللقب وكانت وسيئاتهم الفنية ترتفع من مباراة الأخرى كما ان الاصابات التي تعرض لها اللاعبين قبل البطولة أزعجتنا كثيرا ولكن البدلاء كانوا في مستوى المسئولية وحققوا اللقب من جانب آخر حددت إدارة نادي هلال مكافأة الفوز بالبطولة بمبلغ 20.000 ريال لكل لاعب كما قدم فهد الحريش هناك برئيس اتحاد الطائرة مكافأة مضاعفة لكل لاعب هلالي أما مكافأة الفوز بمباراة السيب العماني كانت 5000 ريال لكل لاعب إذا تكلمنا عن طائرة الهلال أكيد يقف خلفها الرجل هو من صنع كرة الطائرة خلنا نتكلم في نادي الهلال وهو من طور كرة الطائرة في رياضتنا السعودية أكيد ضيفنا وضيفكم في برنامج اليوم صاحب اسموه الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز عضو شرف نادي الهلال والمشرف على كرة الطائرة حياك الله معنا اسموه الأمير السلام عليكم الله حي عليكم السلام مش في سابق لكن مجهوداتك واضح حتى الآن الحمد لله رب أحضر الله سبحانه وتعالى السموه الأمير سعداء بتواجدك معنا الله يسلم كل حال من بعض الله يسلم سموه الأمير نبارك لك أول شي هذه البطولة وهذا شيء مبغريب على نادي الهلال تحديدا في لعبة كرة الطائرة أنا الله يسلم أول شي أشكركم ودي أن أبارك لرياضة السعودية وأن هذا النادي مثل الغطر هذا أولا وثانيا أنه نشكر لمن عبد الرحمن مساعد ولمن وقفل مساعد بطراحة على تكملة المشهور للطائرة الهدية وإعطاء حقها ولا منصور الشريف على الطائرة ولا الجهاز الفني والجهاز يداري واللاعبين اللي بصراحة كانوا على مستوى فني عالي حتى بعدم موجود اللاعب المميز أحمد القيد الله يشير صحيح طيب السموه الأمير الخاد من طلال بكل أمانة نتكلم على الكرة الطائرة يعني أنت كنت مشرف على الكرة الطائرة في نادي الهلال لكن أسست هذه اللعبة أنتجت كثير من البطولات أو حققت كثير من البطولات تكلم على 48 بطولة منها أربعة عربية وأربعة خليجية وحدة أسيوية والباقية طبعا محلية كيف كنت يعني تشوف الآن سموه الأمير تشوف نادي الهلال الآن يعني تكلم إذا أنت حطيت قاعدة وخليت النادي يمشي عليها كيف شفت الهلال اليوم والله شيء يشرف طوح أنه يعني يكون فيه أسلوبين في العمل فيه أسلوب في العمل أنه لازم دائما أنت تكون متواجد كي يثمر العمل هذا وفيه طريقة ثانية أنك تشت تعمل وتزرع وحتى لو ابتعد استمار تظهر مع أي أحد يستمر مع الفريق وهنا أنا أرى أن هنا الإجازة الحقيقة أنك استطيع أن تقول الحمد لله رب العالمين زرعنا والآن جاوبت الحص والاستمار مع الفريق بغض النظر هل هم اللاعبين يتغيرون أو الجيلة تغير أو المشي يتغيرون صريح أنا أماكن عليك نفس المشرف ولكن مهما كان فيه متابعة طريبة يعني فيه متابعة ووضع معين بينهم لا أرى أن أتخل عنهم لأن هذا شيء أنا أعشقك الهلال وكالطار لحد ذاتها فهذا يعني الواحد يترج صدره أنه يستطيع أنه يرى يقول سبحانه وتعالى عملنا واشتغلنا ومع ذلك استمر الوضع لا يحتاج أنه أنا أكون موجودة وغيري ويستمر القاتلة هذا هو الإنجاز الحقيقي والعمل الحقيقي وهذا العمل المفروض أنا أقول أنه يعتبر إن شاء الله ما أقدر ذكي يعني ما أقدر ذكي نفسي لكن أقول هذا هو العمل اللي يبغط بخلاص ذي والغيري أنه يستمر إن شاء الله طيب اسمو الأمير يعني فهمت من كلامك وهذا شيء معروف عنك عشقك لكرة الطائرة وقربك من اللاعبين في نادي الإلال ومن البطولات يعني بتواجدك معهم بشكل مباشر وغير مباشر طيب ليش نقول أن الآن الأمير خاد بن طلال مشرف سابق ليش سابق سابق الله يسلمك لنا جاوق للغيري أنه يمسك المحل لما صور كريف الآن حاليا ويجي غيره ويجي غيره ويجي غيره طبعا دائما في رابط بيني وبين الطاهرة الولايية بحكم عشق لها وبحكم إذا كان في نقولون واحد إذا كان مر في مشكلة أو مر في عقبات أو مر في مثل البطولة هذه يعني كان في نوع ما بدو ما تفضل تفاصيل ولا بغضل تفاصيل بالعلاقة اللي يتواجد بيننا وبين الطاهرة هذه كيف حضرت كيف تفاصيل هذا الشيء ثاني معنوية ما أديه بغض النظر لكن مش السابق لأنه السابق نصف أنا يعني يوميا بالساعة أعمل في الموضوع هذا لكن الآن لا كان أتاخذ منك وقتين تاخذ مني وقت ما أخذب عليكم 14-17 ساعة حتى وصل إلى الموصير هذي كل أيام يوم بدين فيه فلكن الآن حتى رب العالمين فيه هناك منهم في كل موضوع إذا فيه مشاكل أو فيه علاقين أو فيه كذا صار في تنسيق بين المشرف وإدارة النادي وكذلك معي وخوة في تنسيق مع إدارة النادي الزهوم الله خير لمناطر حامي النظام وقبلهم فيه يعني يعني رسائل لنادي إلال اللي استمروا بالمشوار هذا طبعا بلا شكل تواجد يعني الحمد لله مع الفريق يعطي دعم للفريق والعلاقة مع النادي الاستمرارية في هالموضوع نصعب أنك بعمل تبني وتزرع أو تبني وفي النهاية أن يتخلي هذا البناء هذا كله يضيع أو ينهز أو ما يفكر لازم تتابع على أسس أنه يستمر في حالة احتاجوك أو في حالة الوقفات اللي تحس وتشعر أنه اللعبين يحتاجوك أنك تدخل أو جهاز فني أو ردال أو الاخرية صحيح طيب سمو الأمير خاد بن طلال بكل أمانة أنت من الرياضيين المعروفين في المملكة العربية السعودية متابعتك مو بس على مستوى كرة الطائرة رجل رياضي معروف الآن أنت تعرف سمو الأمير أن الألعاب المختلفة مو بس كرة الطائرة عندنا عندنا مشاكل فيها شوية بس متى نشوف كرة الطائرة على مستوى المنتخبات نتكلم عن نادي الهلال رافض أول لكرة الطائرة في المملكة العربية السعودية متى نشوفها في دورة الألعاب الأنبياء أو غيرها تقدم مستويات وتحرز مداليات مثلا أبي أبشركم أنه حصل نقاش شخصي وتليفوني أكثر من مرة من النواق في الموضوع هذا وأبشركم كذلك أنه مع النقاش والأخضر عطاء والاستشارات أنه تسمع أخبار ضيبة إن شاء الله قادمة بالنسبة لاتحاد الطائرة بمصلحة الوطن لم ينواف مهتم في الموضوع هذا الطائرة وغير الطائرة الطائرة نظر لعلاقتي بها السابقة والحالية طبعا نقاش فيها لعلاقة الوطيدة وسيكون هناك يعني مرحلة تطويرية وإنجازات في الشهر القادمة بدون مصر لأي تفاصيل ولن نترك موضوع فقط للطائرة العالية لن نهمنا الطائرة السعوبية طبعا بلا شك هذا الموضوع لا يصب في رحالة الشباب فقط يصب في المبالغ أو الدعم اللي يجي في ميزانية رحالة الشباب من المالية وهو يعتبر ألف ومتين مليار ألف ومتين مليون ريال وهو شيء بصيف بالنسبة لما يحتاجه مليار ومتين مليون مليار ومتين نعم وهذا شيء بصيف بالنسبة لتحتاجها الرعاة للشباب بالنسبة للإتحادات والأندية والمنتخبات هم يحتاجوا يعني 3-5 مليار بالنسبة للملاعب والمنشآت من حوالي 800 إلى مليار زيادة بالنسبة للمنتخبات والأندية فمقارنة بالخليج وغيرها إذا ما جاء هذا الزعم سيكون في صعوبة يعني إذا كان جاء تخصيفة وغيرها سيكون في صعوبة ويجب على المالية وذي المالية أنه يعطي الرياضة كما أمرها الملك يعطي الرياضة حقها لأن تتابع من الشباب والشباب يمثلون 70% من المملكة ومع 20 مليون فالموضوع مهب الله يسلمك فقط يعني موضوع أنه رياضة سميها رياضة فقط لا الموضوع الرياضة شيء مهب بسيط وغزنه عالميا وكذلك في الطائرة أو في الألعاب الأخرى عدم عطاها حقها مادية معنوية وماديا حنقعد على وضع اللي حننا فيه بس أبشر من ناحية طارع أقدر أقول لك أن الأمور ستتحسن إن شاء الله لمنواف مهتم في الموضوع هذا كما لمنواف محمد مهتم في لعب القوة ويدفع النجيب وكما حصل مع الكرسية والملك الله شخص فاحق شخصيا تولى موضوع 50 مليون يورو المتار مع السنين شوك وتشوف بعض القضايا التي تطلع في كرة القدم السعودية أو في الرياضة بصفة عامة أن مثل ما أنت تطرقت لها موضوع الميزانية ووزارة المالية وحتى مجلس الشورى يعني يقول لك السمو الأمير ونحن نبغى رايك في هذا الموضوع أن لن تتطور كرة القدم السعودية أو الرياضة بشكل عام إلا إذا تحولت الرئاس العام رعاية الشباب إلى وزارة أنا صرحت بالشيء هذا قبل وجوه تتحويل رعاية الشباب إلى وزارة كأي وزارة في العالم بعضهم شباب الرياضة وبعضهم بس رياضة والشباب مبصد عنهم على أن تكون في احتكاك مع ولي الأمر احتكاك مع الوزراء أسبوعيا تستطيع أن ترفع ما لديك تستطيع أن تأخذ ما لديك بالطريقة هذه يكون في احتكاك أسبوع يموم بتاعة 14 حتى يجتمعوا غير كذا يجب أن يكون هناك دعم موضوع التخصيص ولو 50% مثلا لبعض الأندية مشكلة الأندية لم أقضى الأندية ما حاجة أحد أقضى الأندية الأندية الكريمة أو 50% للدولة إذا لم تحصل هالتغيرات منها كذلك اللاعبين الأجانب اللاعبين يلعبوا في خارج كذلك اللاعب السعودي والإدارة والإدارات والأجهزة ثانية والإدارية والإعلام وحن كمتابعين جميعنا نبتدي نفكر كمحترفين لأن المبالغ يستموها اللاعبين هذا رزقهم ولكن بكل صراحة بناء على التقييم الدولي لا يستحقها المبالغ هذه لأنه أصلا لا يعطي حقها الاحتراف في حياتها اليومية في أكل الشربان ومصفتها تبلينا إلى آخرين فهو موضوع مبلغ تأخذ أو تعطيه المبلغ هذا لا يكفي لازم تكون مظلومة كامية لمن جميعنا واحد فإذا هذه الأشياء لم تحصل مع موضوع مثلا رفاح عرمين عبدالله بن مساعد الوضع سيستبر كما هو لأنه لاحظ في أفريقيا عندك الوطنية والقوة البدنية ويلعبون برد في آسيا عندك دعم الشركات فكل جهة تشتغل بسبب أو آخر في الخليج المال فهنا وين وضعنا معقول إلى متى يعني يجب التطوير كامل من جميع النواحي كي نصل إلى الشيء اللي يبغى على مستوى العالم وليس مستوى الأكو ولم نواف ما من عمل بدونها موضوع حالي حيكون عنده صعوبة ومتحدث في الموضوع هذا ما طيب سمو الأمير بكل أمانة وحنا تعود منك الصراحة يعني هل كان في أجرية التصالات بالتنسيق من الأمير نواف في جهات ذات صلة بهذا الموضوع سواء مع المالية أو حتى مجلس الشورى للتطوير مثل هذه الأمور أو البدء فعليا أنا أقول اتكلمنا بكل صراحة وكل شخصية مع الأمير نواف في جلسات غير رسمية بجلسات رسمية بمكالمات هاتفية الأمير نواف خلنا أقول يعني كرمت الله هدولك على قد الحافق لا نقول ما في أخطاء في الرعاية في أخطاء في الرعاية في أخطاء في الإعلام في أخطاء في الأندية هذا شي طبيعي لكن بدون ما يكون عندك وسائل مادي موصلة لك ومجهزة لك وميزانية واضحة وفي الإعلام يتعاون معك دائما فقط تلبي مالية تدعمك الأندية في أخطه عطا معها وعراقها بدون هذا كلها الناس يشتغلون معك إذا لم يحصل مع بعض حيكون المنواف بقيت بغض النظر يعني تابعت من نواف كمرة على المقابلات وتابعت من نواف في تصريحات ماسك العطا من الوسط يعني لأن في النهاية هو في مركز منطب حسات في منطب رئيس رعاة شباب لا يستطيع يدي كل ما يعلم ويقال لك أنا أقول لك من عندي خذها من عندي الكلام من يعرف من نواف أو من يعرف من كهات أخرى إذا لم يحصل هذا كله لم يرنواف أنتم اللي تسمعون نص الكلام لأنه لا يستطيع يدي بكامل الكلام وعطاكم الحقائق كاملة وواضحة لم تلموا أكيد طيب ساعدته اسمو الأمير تساعدون الأمير نواف لإيصال صوت المسؤولين أنا أقول لك من ناحية حين تصريحي معك هذا هذا دليل على الوقوف قبلها في تصريح ثاني حصل في احد المداخلات في نفس الموضوع موضوع الطائرة معلمين نواف كلمنا فيه وماشي على خطة إن شاء الله كذلك الله يسلمك آخرين المخلصين يحبون الرياضة يفعلون ما يستطيعون مع المنواف المنواف كذلك يفاتح باب الصراحة بالإجتمع والأخترافة لكن بدون ما يكون فيه وزارة بدون ما يكون فيه دعم مالية بدون ما يكون فيه احتراف على المستوى الجميع يعني الفكر الاحترافي بدون ما يكون فيه أجانب سعودي يلعبون برا بدون ما يكون فيه الله يسلمك دخصيص كل هذا بدون ما يحصل حيكون مقيد واللي يقولوا جزاها الله خير ماسك العصم الوصف ضاع المنصب يجب يمسك العصم الوصف لأنه لو أدل بكل شيء صعب أنا أقول لك كل شيء بكل صراحة لأنه يعني ما في منصب يمسكني أنه أنا ما أتكلم بصراحة معه هو في موقف حساب وحريك إذا هذا كل ما حصل يعني لو يأخذ منه في ما عنده ويتكلم يوم ما بالطولة والله العظيم يفعل عندك حك طيب خير بحكم قربك واتصالاتك أنا ما أقول كلام هذا على أساس الدفاع وهذا واضح لا 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 ما عندي شيء هذا أبقلك الحك طيب سمو الأمير بكل أمانة بحكم يعني قربك واتصالاتك مع الأمير نواف يعني واطلاعكم على الوضع سواء أنا أتكلم على الجهات أكبر من المؤسسة الرياضية السعودية يعني أتكلم مثل المالية والشورى وغيرها متفائز سمو الأمير يعني ممكن نشوف الرئاسة وزارة ممكن نشوف الدعم بشكل أكبر دعم حكومي أكبر متفائل ولا بتشوف إنه ما رح يصير أنا أقول قرائج التالي بكل صراح الوضع الأمر أمر لك الله يحفظه أنه يكون في اجتماع بذلك كم شهر أما بين الأمير نواف بين الأمير نواف ومن؟ الأمير نواف وزير مالية وزير مالية وزير مالية لا يرى مستشارينه أو من يستشير دخل الرياضة أنت ما عندك سياحة بالطريقة لتبغاها في البلد عندك شباب 60-70% من المتنفس الوحيد الرياضة هذا اللي حاصل يعني أما تقول 60-70% من العشرين مليون شباب وهذا هو الاتجاه اللي تجهوله فهو المنسم الوحيد أو أهم منسم لهم القدم وغيرها طبعا غيرها هذا مضوع ثاني فعندما لا تعطيها حقها وترى أنه فيه استاد ملك فهد الواحد الثاني اللي قاعد يصلح وستاد ملك عبدالله أنا قاعد يبنى في مملكة قارة في المملكة عبدالسودية القارة تم بالخليج ولا تعطيها الدعم الكافي مع أن الملك معطيك الضوء الأخضر ومعطيك الجرين لايت سمون يعني اشتغل أعم بالأسعال ويجيك الرجل ويرى بمنظارة طبعا أنت مين مستشارين في الرياضة الطالعا في مين كيف قيبتها كيف شفت أنه ردة فعلها أو أيش طب ما في أحد سمو الأمير يشرح للمستشارين لوزير المالية أو وزير المالية نفسا من أهمية أو هو نفس نتكلم الوزير المالية ما في أحد يوصل للصورة بشكل صحيح الله يسلمك أنت في موضوع ترى أنه لم ينواف لحالة يجب أن تستشيط طيب يا أخي شف إيش حصل في البلدان تفريد قيادة الخليجي خريجي أخي شف خريجي خريجي عندهم إيش اسمه اللي قادم إيش اسمه أخذوا كر قطر قطر 2022 كاس العالم هي يعني هل معقولة أنه قطر تأخذها وحن ما نأخذ أنا عالق أنه في عادات وخريجي بسمع ذلك لما بالغ ليدفعوها لأجحة الطائرة 30 مليون يورو أو دولار فأنا أوضح لك أنه لم يأخذ الصورة الكاملة ما هو سفر الرياضة من ناحية سياسية الأحلى الطاضية من ناحية النفسية فالرجل إذا لم أو من نواف يعني هو يمكن خلق كل شيء المشكلة أنه فيه جدار أنا أظن فالرجل يجب أن يستنير بالمستشارين الذين اشتغلوا في بلدان أخرى وكيف تطور وكيف تطوروا من الوضع هذا في خريجي وكيف وصل الموضوع أو يطلبنا من نواف أما أنه إذا كان بنعتمد على الملك يوكل الوزير أو يوكل البطانة أو يوكل المسؤول أبو متعب ما قصر أبو متعب ما قصر سمو الأمير أبو متعب ما قصر سمو الأمير لكن هنو يتكلم على التنفيذ الدنيا أبو متعب فرسية وهذا طرع الفكرة أنا أقول هذا لا يشمل رياضة أبو ولي الأبر دائما يأمر يقول أنتوا دائما يقول قال أنا ما عندكم عبدالله الآن عندكم مشاريع في أشياء متعسرة أنا خادم للشعب أوكلتكم أمالة رقبتكم يعني هو مشاريع التطوير اللي طلعت باسم الملك عبدالله يعني في كل المجالات طيب أنا عملت اللي علي ايش تقول أنتوا كملوا يا أخي صحيح كملوا الموضوع عما تبديو مليار وميتين عشرين سنة وليس ماشي عليها يا أخي مو معقول مو منطقي إذا كل وزارة إذا التعليم الرياضة في التعليم ثمانية مليار ريال في التعليم يعني ميزانية الرياضة في التعليم يعني مو معقول ثمان مليار ريال في التعليم ومليار وميتين سنويش فأنت عندك الله أعلم كم نادي هنا النقطة الحساسة الآن أنا رأي رأي الحل الوحيد الحل الوحيد اللي من نواف يأخذ هذا الملف حق الرياضة للملك الله يحفظه مباشرة الله يحفظه مباشرة ويجلس معهم ولا يجلس معهم كابن يجلس معهم كرئيس رعاة الشباب لأنه كابن سيكون عندك مشكلة الابن تعرف ما مكان طعب أن يتكلم مع ابوه يتكلم معهم بكل وضوح بكل شفافية ويقول أنا اعتبروني الخادم رئيس رعاة الشباب أبغى أطور رياضة البلد انسوا من أنا انسوا من أبوي انسوا من جدي إذا أبغى وطبعا بالنفس الوقت يكون مجود بذي المالية أظننا يعني يكون من الصالح إذا تبعون ونصل إلي ما نصل إليه على مستوى الخليجي ومستوى يعني قسط اللي عاملنا هم وعلى مستوى الأفريقي والآسوي ونصل العالمية هذه ما عندي هذه البنون من ألف إلي بكل شراحة بكل شيء خفيف موجود التصور هذا عند الأمير نواف سمه الأمير أنه ممكن أنه يطلع لأبوه أبوه الأمير سلمان أنا في رأي أنه ثامر أقول لك هل التصور هذا موجود عند الأمير نواف أنه ممكن فعلا يتجه مباشرة لأبوه أمير سلمان أنا أقول لك مش أنه متصور هذا أنا متوقع أمير نواف يعلم إذا عمل شيء لأمير نواف هذا وما نفع فإذا معناها برد ذمة المال سبحانه وتعالى هذا شيء رجل أما يقول يا جماعة أبا كمل على ما نقول أبا كمل على ما أقول أبا كمل يا جماعة اسمحوا لي إذا ما لبي هذا المغذي هذا لا أستطيع أنه أكمل بشغل لأنه بدون المادة والإمكانيات ما أعلم حكذا أشتغل هل حينفذها هل حينطبقها عاد كل واحد برأيه لكن أنه ما فكر فيها وأنه قصدك أن تورها براسها سادقا لا مستحيل ما أبال وراها هو يعلم ذلك جيدا أن أبال وراها وفكر فيها ودعا ذلك أنه يتكلم معه يتكلم معه الموضوع مفروض يحصل عاد كيف تحصل مدى تحصل حتنفذ ما حتنفذ لك هي هو هو الحل الوحيد لا غير أخذها مني ما وزير مالية ولا وزير مالية هي الحل الوحيد من ولي الأرض ويوقع وينهى طيب ولا غير كذا ما عندك طيب اسمو الأمير أنا من نواف بس على مترا تفضل أنا من نواف أو غير أنا من نواف يعني أنا أنا من نواف أحكي على رئيس على الشباب حال هذا طيب أنت على طالي الموضوع هذا الأمير نواف أو غيره اسمو الأمير يعني في البعض وأنا أتكلم الآن بلسان الشارع الرياضي السعودي البعض يقول لك ممكن أنهم يعني المسؤولين غير مقتنعين مثلا بوجود أمير نواف يعني لو كان فيه شخصية ثانية ممكن يكون دم طيب لأ هل أنت عطيتني الإمكانية والفرصة عشان تحكم عليه بالضبط يعني لحظة عندما أجي أنا أقول يعني مثلا أحصان يركب أنا ما ودي أقول شي بس كمثلا وتقضضها وتقضضها وانت ماسك عنانة وشادة وتقول له يلا يا أخي ما يسير كبلت وشان واضح خلني خلني أوريك وش يسوي أنا أنا بشتغل بشتغل وعطني الدعم المادي والدعم الكذا والآخر مثل ما حصل بالفرصية بيحصل يعني في المواضيع اللي نجحت بعدها أوريك وش يسوي أما أنك تكبلني وتقول أبغى أشوف وش يسوي ما يسير أنت عطيني الإمكانية عطيني بعد إذا ما أثبت نفسي دعتها أقول له حفتان أنت عطتك كل الإمكانيات وأنت ما أثبت نفسك أما أنه أقيدك وبعدها أقول يلا أحكم عليك بالضب لا والله العظيم ليس الدفاع عنه من الواصف لا صادق هذه حقاك وارحا بالضب أنا أقول له أعطي حق حق الرياضة حقها وبعدها أحكم عليه أما أنه أقيده وأقول يلا طرح فكرة لما ينواف يحدث الصريح أنا دخلت عليه قال إذا أرادوا الرياضة كما هي بالميزانين الموجودة حمشي كما هي أما إذا أرادوا في التلفزيون أكثر أما إذا أرادوا أكثر من ذلك طبعا لا يسرحوا نفسها أنا أمشى على اللي عندي واللي عندي مقدمة فيه أما تطلب مني شيء زود عن الإمكانيات وعندين تحسب ممع وهنا المشكلة اللي عندك هي دجاجة أو هلا على قولهم البيضة أيام أول طيب سمو الأمير سمو الأمير خاد بن طلال سؤالي لك الآن أنت تكلمت أنه الآن أن شغالك ويحتاج الوقت طويل لأنك أنت تكون مشرف على كرة الطائرة في نادي الهلال ما سمعتك سمو الأمير أنت تكلمت أنك أنت ممكن تكون سبب ابتعادك عن منصب الإشراف على طائرة نادي الهلال أنت تحتاج لوقت طويل من العمل صح ولا لا لقد كانت طويم العمل وكان في عدد بسببات ثانية جاء فرصة الغير بعدها جاء مرض أو حادث الله يشفيه إن شاء الله وبعدين أنا بيني كان جاء وكل فرصة الغير وأنا كان إحساسي أنه إذا وكلنا شخص نعرفه وتابعنا من بعيد إن شاء الله أنه ننجز فعلم حصل إنجازات ممتازة وطيبة صحيح أنه ما غطيت إعلامية معناتك موجود لكن هي مستمرة بطلتين على أقل في السنة يعني استمرت على ذلك طبعا ملا شك أنه فيه انتجهت للموضع أخرى الواحد يهمها دينه وبلده ولا تقمره شعب المسلم والآخره ولكن جاء حادث ذلك الولد مما أبعدني 100% يعني أبعدني أكثر عن أي شيء في حياتي رياضة ولا غيرها لكن ما أكدب عليه المتابعة أنا أهل البطول هذه بحد ذلك أمتابع مبارا مبارا ومكالمات مكالمات والطلاط الطلاط وعامل لي أكتبها الله وعملتها أنا وغيري فبس من وراء كوري وصدقني أثمر أنه طلعت بإسم الطاري الهلية وأنا لست المشرف الآن صار في عندها عندي أنا تشبع أنه سبحانه وتعالى ربك مسخر هالبضع اللي حنا زرعناه وبلناه يوم ما ومع ذلك مستمر بدون تواجدي معناها أنه ليس مربوط لازم يكون دائما بفلام هذه بحد ذات نجاح صحي طيب تلفل سبه كثير وإذا أنت عارب بعض الناس يقولون لا أنا أسمي مربوط بها إذا روح تتدهور الفكرة عندك غير ما شاء الله سمو الأمير سمو الأمير بكل أمانة ممكن يختلف الوضع على الفترة القادمة يعني ممكن يشوف الأمير خاد بن طلال مثلا الرئيس الاتحاد الطائرة لا 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 أنا يعني يوم تقلمت معلم النواف وحصل اللي حصل بيننا لموضوع هذا لأشخاص يحبون الرياضة ويحبون الكرة الطائرة بغض النظر عن الميول الميول مش مهمة عندنا مهم الجهد والإخلاص وكذلك مفانية الدعم لك أنا من أسم الله المجال هذا جاء وقته وانتهى وقته الآن من بعيد نعم هواية أحدها وأستمر فيها وتقص فلدنا وتقص نبينا أستمر بطريقة لأليها لكن كشيء رسمي أنا دائما أقول لا أحب المناصب لأني أستطيع أعمل أكثر إذا كنت خارج على المناصب رياضية أو غيرها في حرية أكثر في شفافية أكثر في صدق في صراحة مثل أنا معك في قبول من الجهة الأخرى كان ولي أمر كان مسؤول كان وزير أي جهة تستطيع أن تأخذ الطاطمحة بالعكس أنا أتطور تستطيع أنا أنا أستطيع أعمل وأنتج أكثر ما أكون في الوضع اللي أنا سي في أي مجال أكثر من ما أكون مقيد في مجال واحد أسميها الطير الحر يجي وعلى ذراعك ويروح لا تربطها ولا تبرقعها ولا تعشيها الله يسلم خليه يروح الحر ويرجع لك متى تحتاجه أو متى هو يرى أنه لا يدفع في أي مجال رياضي أو غيره سمو الأمير خالد بن طلال مكافأة اللاعبين كرة الطائرة كيف وضعها الآن الآن طبعا وصلت أبشر أبشر في خلال البطولة وصل لهم مكافأات قبل مباراة النصر مجزية وقبل مباراة وش اسمها السيد لأنه كان نازم منك سمو الأمير أم من الإدارة لا هذه هذه من أقوك هذه ما أحد يدعانها إلا أنا وياه ومجزية وكذلك غير اللي بيجيهم من الناس من إدارة الأمير عبد الرحمن هذه الله يسلم كثيرا أشارك فيها كذلك في مكافأة جاءت من فحد الحريش هذا غير هذا المعلومية وما أدري من كمان بعد أظن في أحد لكن هذه كانت في خلال المباريات غير كان جاء مكافأة من نادي على كل مباراة جاء مكافأة من إدارة النادي من إدارة النادي على كل مباراة غير اللي جاء كتبها الله وعملناها نحن في وقت معين لحسابات معينة بالنسبة يعني نفسيا غير اللي جاء مكافأة غير اللي بتجيهم من النادي وأنا بتطرف بها كبطولة هذه كهذه اللي بصدتهم الآن طب سمو الأمير هذا سمو الأمير ما عليش المقاطعة هذا بالنسبة اللاعبين لكن بالنسبة الجهاز الفني والإداري لا أنا الله يسلمك الجهاز الفني والإداري المرة هذه ما أظن أي أحد مننا عمل شيء للجهاز الفني عملناها لللاعبين يعني ماضمتهم مكافأة ما كانوا مجلين لا لا خلال البطولة هذه ما ضمت هذا السمو الأمير كانت فقط وكذلك ما عليش أحمد والبطين اللي ما لعبوا شمرتهم طب ليش تم استثناء الجهاز الفني والإداري سمو الأمير الله يسلمك في خلال البطولة عادة نحن نوكافأ اللاعبين هذه عادة يعني من فترة سابقة خلنا أقول لك يمكن كلمة عادة من يمتأكد منها صراحة بعض مرات في بعض مرات لا من يمتأكد لكن المرة هذه عملت اللاعبين فقط لكن عادة سابقة صراحة لا تأكل يعني من يمتأكد 100 في 100 لكن بعد البطولة نادي يعمل لها وخل نعمل لها لها بعض مرات نعملها رسمية وبعض مرات نعملها بريغ يعني ممكن نشوف مكافأات بعد بطولة الآن دائما هذه من ضمن العقود وشي طبيعي المباريات هذا موضوع ثاني يعني أنا بقوله يعني أنا وصل لللاعبين نحن خلنا قلتك يمكن وصل ريسا ده قناة قلتك عادة 14 يمكن وصل لللاعبين ما بين 15 و 20 ألف بس على وقت البطولة خلال البطولة خلال البطولة لكل لعب لكل لعب هذا يشمل النادي ويشمل حريشي ويشمل اللي عملت أنا ويوصل بين 15 و 20 ألف رياض هذا خلال هم في المحرين خلال البطولة خلال يعني الدعم جاي بطريقة متواتة في رب العالمين وهيستهلون لعبين سعوديين ولعبين يمكسلوا بلدهم ويستهلون كل خير هنا اللي أقول لك أنا نبغى نعمل نفس الشيء على مستوى رعاة شباب بس مو على مستوى 20 ألف لا أكبر من ذلك على البطولات وعلى خلال أو قاتل لأنه الله يسلمك هم اللي يستلمون في الأنبياء كمحترفين الشيء طضيع مقارنة بلما يروحوا يستلمون بالمنتخبات فهنا المشكلة يعني هنا الفارق الكبير ولو أنه يعني مفروضة الأنبياء ما تستعى المبالغ هذه بس حصلت بدأت بالجال بينه أضمن الاتحاد بدايةها بداية دي كل أيام فأم يعني أنا بس قاعد وكل مال هترتفع الأرقام يا سمو الأمير لا هترتفع الأرقام الله يسلمك بس هذا موح صحيح أنك مشكلة أحودي لجنة الاحتراف تدخل الموضوع ويحط سقف مثلا لديك في الطائرة الآن 6 مليون ريال باللاعب الواحد سقف في توصل المبالغ المعناها مو منطقي وإنت عارف وأنا عارف موش قفل اللاعب اللاعب يسو إن شاء الله من مئات المليارات لكن غفتك مسترس حين يسو المبالغ هذه مو بصحيح وهو عبع على الأندية واللاعب لا التقييم الدول يقلك أرقام يعني ما ودي أقول هنا أرقام كانت واضح وهي بدت من الدعية من 5 مليون وما أنا صرحت ضد الموضوع هذا صرتفت الحباب كنت ضد إدارة ناتهلا في ذاك الوقت يوم أنت قال نعم صرحت أنه 5 مليون هذه كانت في وقتها سمو الأمير 5 مليون على حارس كثير صح لكن يتكلم على حارس عظيم على إلع وقدم تفتحوا باب ويجمع إذا غص ولازم واتفقت وتموا تدفعوها خلوها بالشر بس سمو الأمير يعني سواء راح الدعية للهلال بهذا المبلغ أو لا أنا شفنا حتى انتقال مرسوق العتيبي كان بـ 9 مليون لنا هذا الاتحاد أهام هذا أقول ضحرة بدت من هنا وثم بعدين بدت المزايدات وبدت بين هلال واتحاد أنا ما أترب عليك يعني هنا كانت المشكلة اللي مفروض كانت ما يتوقف لأنه الآن نصف الأشياء غير منطقية غير عقل عمي طيب في أندي يطرق بسكة هل الفتح 20 مليون ريال عمل وصل الدول هذا دليل ثابت هذا دليل ثابت أنه المادة يعني وسيلة ليست غاية 20 مليون كسب كل هلا بيتين ومئة وخمسين ومئة كل بهم كيف يعني يذلك أنه ليست صحيح دائماً المادة كل شيء لكن بنفس الوقت هي التساعد مساعدة مي بسيطة لكن الفتح كان طبعاً قالوا لعب جماعي لعب من زمان قالوا مدرب قالوا كلام باللي قالوا لكن هذا دليل ثابت وفي أندي ثاني ممكن تنجس وصبيرة في أندي ثاني ظهرت لكن ما تقل شوي إلا إما نشتري لعبينهم أو أنهم نفسهم يتدوا يتبع ثرون وهذا الخوف ما أود أني صراحة بالعكس إن شاء الله يستمر كان هلالي ومصد أن أخذ البطولة طبعاً أريد أنه هلال المصد أن أخذ البطولة لأنه أثبت أنه مبعلك الحال لازم نادي كبير أو نادي لازم نيات المام 1820 يوم داخل يعطيك العافية سمو الأمير وشكراً لجهودك وإدارة نادي الهلال ومبارك لكم مرة ثانية حصولكم على البطولة وسعوداء جداً بتلبية الدعوة سمو الأمير وإن شاء الله هذه ما هي المرة الأخيرة إن شاء الله ونتمنى أنك تكون ضيف دائم معنا يعطيك العافية سهلاً يعطيك العافية كما عن الصاحب سمو الملك الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز العود شرف نادي الهلال وعلى قولة المشرف السابق على الكرتد الطائرة نطلع الفاصل قصير ونرجع مرة ثانية في برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11 أعلنت لجهة الحكام الرئيسية حكام مواجهات الذهاب لدور الربع النهائي لمسابقة كاس خادم الحرمين الشريفين للأبطال والتي ستقام يومي السبت والأحد وكلفت الحكب الدولي خليل جلال لمواجهة الهلال مع الاتحاد يوم الأحد أهلم الأب من دينة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة في الشرايا وكلفت الحكام عبد الرحمن العمري لمواجهة الهلال مع النصر على ملعب مدينة الملك عبد العزيز أيضا في الشرايا في مكة المكرمة يوم السبت غدا وكلفت الحكام الدولي عبد الرحمن المالكي لمواجهة الشباب مع الرايد يوم بعد غدين الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدا كما كلفت الحكام ترك الخضير لمواجهة الفتح مع الاتفاق يوم الأحد على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء عبرت الصحفة الإماراتية الصادرة اليوم عن خيبة الأمل بعد فشل يوسف السركان رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسي وأمس الخميس في كولا لنبور ونيلة ستة أصوات فقط وعكست عنوين الصحفة الإماراتية الصادرة اليوم خيبة الأمل مع البحث عن الأسباب التي أدت إلى الحصول على هذه النتيجة الهزيلة وكتبت صحيفة الاتحاد أن هناك خمسة أسباب وراء خسارة السركان أبرزات آخر الحملة وخطاب بلاتر التحذيري إضافة إلى أن أكثر الدول التي وعدت مرشح الإمارات في التصويت لم تقف أو لم تفي بذلك وكشفت صحيفة الخليج أن السركال رفض مبادرة تقدم بها الاتحاد الكويتي لكويت القدم قبل ساعات من بدل الانتخابات بانسحاب ليحفظ ماء الوجه وخصوصا أن كل المؤشرات كانت تؤكد فوز كاسح لسلمان بن إبراهيم تأخر موعد إقلاع بعثة فريق النصر إلى جدة تعهبا للقاء المنتظر مع الأهلي غدا في الدور الربع النهاي من مسابقة كاسا ملك وذلك بالسبب وجود عطل فني في الطائرة من المنتظر أن تغادر في ساعة متأخرة من مساء اليوم إلى جدة وصلنا بالسلام إن شاء الله قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن البرتغالي جوزي مورينيو وقع بالفعل على عقد عودته إلى نادي تشيلس الانجليزي بداية من الأول من يوليو المقبل وشارت في تقرير نشرتها اليوم أن مورينيو سيحصل على عشرة ملايين جنيه سترليني سنويا 15 مليون دولار مقابل تدريب البلوز وكشفت الصحيفة في تقريرها أن توقيع العقد تم في أحد مطاعم لندن وفي حضور الملياردير الروسي إبراهيم وفتش مالك نادي تشيلسي امتدادا طبعا لمباركة الهلاليين ببطولة الخليج ينظم لي الآن لعب كرة الطائرة في نادي الهلال الكبتن مسفر البيجي حيك الله كبتن الله يحيييكم بوي مبروك لكم البطولة يا مسفر الله يبارك فيك إن شاء الله مسفر الآن أنتم كلاعبين كرة الطائرة طبعا رحتوا البطولة هذه بدون إمكانيات تذكر لكن ما شاء الله عليكم كنتم رجال وحققتوا البطولة وحصلتوا على المكافآت أثناء البطولة كيف تقيمها بطولة الخليج هذه المرة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال بطولة الخليج دبل ما تكون فنية وكل شيء تكون نفسية الحمد لله نفسين كنا متفيين والله الحمد وتوفيق رب العالمين كنا ندخل كل مباراة نعتبرها بطولة بالنسبة لنا والحمد لله لابنا ثلاث مباريات ورباعات وكان كلها قوية ومرهطة شوية جانا في ريق العربي كنا مرة مرهطين وكانوا في يوم الحمد لله لكل حال طيب مسفر الأجواء البطولة يعني أنتم يوم ما كانت البطولة مفيدتوا قامناها في الإمارات بعدين رحت للبحرين هذا أنت تعتبر أن شيء إيجابي بنسبة لكم ساعدكم ولا تحس أنه بالعكس يعني كان شيء سربي والله بالنسبة لها أنا شخصيا صراحة أنا أتوقع أنه إيجابي بالنسبة لنا يعني كهلالي يعني كان لما كان وقت الدوري شغال عندنا وكان ضغط مباريات رحنا معسكر أسبوذ رجعنا كملنا الدوري فكان يعني استداد يعني مسفين يعني حلو طيب مسفر سؤال شراك في نايف بحسون والله صراحة بحسون أخوي قبل كل شي يعني أخوي صديق صراحة طيب كلاعب شراك فيه طيب يعني والله إذا كان اللعب في يومه سأقول لك بحسون ما شاء الله عليه كان في يوم اليوم؟ لا والله اليوم ما لعب لعب نواة البطيط يعني قصيرات مدربين يعني أصعب مباراة لعبتوها يعني حسيت أن هي هذه المباراة الصعبة كانت اليوم أو قبلها؟ والله لا صراحة أصعب مباراة مرة الآن مباراة العربي مباراة العربي كانت أصعب مباراة نعم طيب طيب نايف 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 نراحب فيك حيك الله نايف هلابك السلام عليكم وشيما سي عليكم الساقل المستمعين حياك الله نايف ايش رايك في مسفر؟ يلا نرد لك السؤال والله مسفر أخ كبير لي ونتعلم منه كيف شفته في البطولة؟ والله شف في البطولة ما شاء الله تبارك الله مبدع وما هي غريبة عليه الصراحة أخوي مسفر يعني ما شاء الله تبارك الله لعب صبرة أمكانياته ما شاء الله تبارك الله يعني حب برضو يثبت للناس أن مسفر إلى الآن موجود يعني في أكثر من هنا ناس قالوا مسفر كذا لعب يعني أنت هو ومدري إيش من هالكلام مسفر أثبت لهم في هالبطولة أنه لا الحين موجود ويعطي وأكبر دنيل أن أخذ أفضل ضارف طيب النايف أنت تشوف الغياب أحمد البخيط عن البطولة أثر عليكم؟ والله شف بالنسبة الأثر علينا أثر علينا نفسيا نفسها كابتن أحمد يعني له دور كبير ولكن الموجودين فيهم الخير والبركة وهذا النتائج يعني بيّلت لكم إن شاء الله تبرك الله غاب أحمد فيه نجوم ثانين موجودين في مباراة كانت لنا دوري تقريبا نهاية غاب فيها أحمد كان مسفر موجود فيها كذا نجم يعني موجود طيب نايف أنتم الآن حققتوا البطولة الخليجية متى تقعدون أنكم تحققون العسيوية؟ والله متى بإذن الواحد الأحد إذا إن شاء الله ربنا أراد إن شاء الله راح نحققها يحتاج لها بطراحة عمل يعني كبير طيب نايف في شيء يريدك تقول المسفر؟ والله أحب أبارك المسفر وأحب أبارك الإدارة النادي على رأسهم الأمير أبد الرحمان بن ساعد والأمير نواط بن ساعد والأمير خالد بن طلال وإلى زوجتي والوالد الوالدة وأشكرهم طراحة جميع وأخر في تركيا برضا لا ننسى وإلى جميع الجماهير السعودية عامة وهني جميع أخواني اللاعبين كلهم بالتوفيق لكم نايف يعطيك العافية نايف مسفر السؤال الأخير لك وش يعني لك أنك أنت أفضل ضارب في البطولة؟ والله أطراحة أنت فجأت لأبغة تجير لكن هذا التوفيق لله وغير كده صيائي اللاعبين ما قد أحضر معي في ملع صراحة لا كبير ولا صيح كنا يعني كنا تيم واحد مع بعض تهدي الفوز المين مسفر صراحة أني أميلي شيء كبير والله هذه صراحة لكل من جانب لا باشي الهلالي يعطيك العافية يعطيك العافية شكرا لكم لتوجدك معنا كان معنا لاعبي نادي الهلال الكرة الطائرة مسفر البيشي ونايف بوحسون شكرا لإستماعكم ونكون معكم في برنامج الجولة لتغطية أكبر لأخبار وقضايا كرة القدم السعودية تصبحنا الألف خير